ضربات الأمس كانت في اليمن على الحوثي اليوم في العراق غربها وأيضا في جرف الصخر ما الذي يجري وما هو المتوقع استراتيجيا يعني هذه الضربات كانت يعني برأي كانت متوقعة يعني يبدو أنهم أنه ضربات يوم عشرين اللي كانت تقريبا عشرين صاروخ في هذا الشهر على قاعدة عين الأسد وذكرهم بأنه هناك العديد من الأفراد الأمريكان الموظفين أسماهم يخضعون لعملية تقييم لضربات محتمل أن تكون في الرأس فلذلك يعني أنا أتوقع بأنه هذه الضربات مثل ما ذكروا هم اليوم تأتي ردا على ضربات اللي أتت قبل أربعة أيام ويبدو أنا مثل ما قلت يبدو أنها كان ضربات قوية فالنتيجة أنه استمر التصعيد وسيستمر التصعيد لدينا أعتقد شهداء في جرف الصخر لحد اللحظة ذكر اثنين وربما يكون ثلاثة أيضا ربما يكون هناك شهداء في القائم لكن لحد اللحظة لم يتبين الموقف الحقيقي لأنه مثل ما الآن المشاهد على الشاشة هناك تدمير في هذه المنطقة يبدو أنهم يرصدون بعض الأمور لأنه أسرارهم على ضرب منطقة جرف الصخر أو جرف النصر كما يسمونها يبدو أن هناك ما يثير حفيرك الأمريكيين في هذا الموضوع لذلك هم يركزون ضرباتهم على موضوع جرف الصخر يعتقدون بأن هناك توجد مصانع ربما لتجهيز أو صناعة أنواع الصواريخ البانستية أو الطائرات المسائرة هذا ما يحاولون ينوهون لهم الأخطر من ذلك بأنه الأخطر من ذلك سيدتي أيضا وزير الدفاع يبدو أنه يقول بأنه هذه الضربات أتت بأمر الرئيس بايدن وأنا سابقا ذكرت أيضا من قناتكم هناك قانون عند الولايات المتحدة الأمريكية تفرض أو تجبر الرئيس على أن موافقة الكونغرس يحمي يحمي لا يحمي الأفراد الأمريكيين في مختلف نحاء العالم فقد تكون هذه الضربات تطبيقا لهذا القانون المشكلة ليست هنا المشكلة أنه ربما سيكون أيضا غد تصعيد آخر لأن حسب ما عرفنا بأنه المقاومة أيضا أطلقت مقاومة الإسلامية في العراق أطلقت مسيرة أخرى على قائلة عين الأسد نعم اشتركوا في القناة